وقع سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1444 هجرية وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خدم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة والذي بدأت أعماله بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن بالغ الشكر والتقدير لمقام خدم الحرمين الشريفين وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما يلقاه ضيوف بيت الله الحرم من عناية واهتمام من خلال تقديم كل ما من شأنه تيسير شؤون الحجاج